بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة مخصصة للتعليم الصناعي الصف الأول تخصص ملابس جاهزة وتريكو النهاردة إن شاء الله أولى حلقتنا في المراجعة قبل الامتحان لمواد التخصص. هناخد الأول إزاي بيجي الامتحان وزاي الأسئلة بتكون موضوعة وطريقة حلها والإجابة عليها بمنتهى اليسر والسهولة. طبعا كلنا نحضر مع بعض ورقة وقلم ونحاول نكتب السؤال ونحاول إن إحنا نحله مع بعض ونشوف ونتأكد إحنا جاوبنا نفس الإجابة ولا إحنا كنا محتاجين جزئية أو في جزئية أزيد من المطلوب فممكن تضيع لي وقتي وبالتالي مش أستفاد من الوقت اللي محدد لي في ورقة الأسئلة أول حاجة عندي ورقة الامتحان لازم نعرف نظامها هي بتيجي إما سؤال مقال وسؤال مقال اللي هو عرف أو أذكر أو قول وظيفة أو قول غرض وهكذا وبعدين تاني حاجة من أنواع الأسئلة إن يكون جاييني سؤال صح وغلط. كمان ممكن يكون جاييني سؤال وصل وكمان ممكن يكون جاييني سؤال أكمل. يبقى دي أنواع الأسئلة اللي هنتدرب عليها النهاردة في أول مادة عندي للصف الأول هي مادة الخمات طبعا إحنا كنا خدنا قبل كده إن في مادة الخمات عندي مجموعة من الأبواب منها التقسيم العام للألياف بعدها خدنا أول حاجة الألياف الطبيعية وخدنا القطن وبعد كده خدنا الكتان بعد كده خدنا الجود بعد كده خدنا الألياف الحيوانية اللي هو الصوف والحرير والمهير والكشمير النهاردة إن شاء الله هنبدأ المراجعة بتاعتنا وأول حاجة عندي في السين واحد أذكر ما تعرفه عن التقسيم العام للخمات النسجية مع ذكر نوعيات كل جزء لما يجي يسألني عن التقسيم العام للألياف كلنا عارفين طبعا إن أنا الألياف اللي بيتم صناعتها إلى خيوط أو إلى منسجات هي في الأصل إما إنها بتكون طبيعية أو بتكون صناعية يبقى أنا لما أجي أجاوب أقوله إن أنا الألياف بتاعتي إما إنها تكون ألياف طبيعية أو إنها تكون ألياف صناعية أو تكون ألياف مخلوطة الألياف الطبيعية اللي هي بتوخذ من الإيه؟ من الطبيعة بالضبط كده والكلام ده إحنا قلناه قبل كده والألياف الصناعية فيه منها تحويل وفيه منها تركيب تحويل يعني موجودة الألياف في الطبيعة ولكن مش على شكل خمات أو ألياف فبيتم بس تحويلها من صرتها الموجودة فيها إلى خمات أما التركيبية وهي اللي بيتم تركبها من الألف إلى الياء كيميائيا والألياف المخلوطة هي اللي بيتم خلطة أكثر من نوع من الألياف ممكن تبقى ألياف طبيعية على ألياف صناعية عشان أقص بالخامة خواص جديدة ما تكونش موجودة هنفص طبعا السؤال كان بيقولي مع ذكر كل حدى على انفو أول حاجة عندي الألياف الطبيعية وإحنا اتفقنا إن الألياف الطبيعية هي اللي بتأخذ في صورتها من الطبيعة وطبعا في منها اللي بينبت من الأرض اللي هو بيزرع وينبت من الأرض في منها اللي بيبقى جاي من فوق الأغنام أو من فوق القبل أو من دوت الأز وفي منها بيبقى جاي من الألياف المعدنية فلما أجا أتكلم عن الألياف الطبيعية وكتب إيجابتي هقولي الألياف التي تتوافر من المصادر الطبيعية ويمكن غزلها مباشرة وهي أقدم الألياف استعمالا وأوسعها انتشارا بالضبط كده الالياف الطبيعية اللي بتاخذ زي ما قلنا من الامن الطبيعة وبتنقسم الى اول حاجة عندي زي ما اتفانا الالياف النباتية وهي اللي بتنبت من الارض في منها بزري وفي منها لحائي زي ايه البزري زي القطن يعني بينتج عن طريق بزرة تمام والبزرة دي بعد كده لها مراح النمو وبعد كده بيتم جني الصمرة اللي هي الزهرة بتاعت القطن اللي هي بتبقى ملتفة حوالين البزرة يبقى اول نوع من الالياف الطبيعية في اجابتي هقول تشمل الالياف بزرية مثل القطن والياف لحائية زي ايه زي الكتان والجوت وكلمة لحائية يعني ايه سانا اقولها يعني هي صاق طويلة والالياف بتاعتها هي المتفرعة من اعلى علشان كده سميت بهذا الاسم تاني حاجة عندي بعد كده الالياف الحيوانية احنا تكلمنا وقلنا ان الالياف الطبيعية اما انها تكون نباتية اما انها تكون حيوانية اما انها تكون معدنية تكلمنا الاول هو عن النباتية بعد كده هتكلم عن الحيوانية الحيوانية مقسمة الى 3 اقسام اول قسمة عندي هو الصوف ودي الياف شعيرية يعني جاية من شعر الاغنام تاني حاجة عندي الوبري والوبري ده اللي هو جاي من على الابل زي المهير والكشمير تالت حاجة عندي هو الحرير ودي خامة افرازية بتنتجها دودة الاز تمام طبعا رابع حاجة عندي في الالياف الطبعية عشان بقى شرحت كل الالياف الطبعية هي الالياف المعدنية وهي خامة لسبوستوس تمام كده يبقى انا عندي الالياف الطبعية بتنقسم الى نباتية في منها بزري وفي منها لحائي وقلنا بزري زي القطن قلنا لحائي زي الكتان في منها حيواني وبتنقسم الى 3 اقسام في منها الشعيري زي الصوف في منها الوبري زي المهير والكشمير وفي منها الافرازي زي ايه بالزبط زي الحرير الطبيعي وقلنا كمان عندنا من الالياف الطبعية الالياف المعدنية ودي في منها خامة لسبوستوس واسلاك الزب واسلاك الفضة واسلاك النحاس لما اجا اتكلم بقى عن الالياف الصناعية احنا اتفقنا هي كم نوعين الياف تحولية والياف تركبية ايه هي الالياف التحولية هي الالياف المنتجة من اصل طبيعي يعني هي اساسا موجودة في الطبيعة زي ما قلنا ولكن مش على شكل الياف فانا كل اللي بعمله ان باخدها واضيف عليها بعض المواد الكيميائية زي احماض او قلويات وبحولها من شكلها الموجود في الطبيعة الى بالزبط كده الياف ينفع ان انا اغزلها الى خيوط وانسجها بعد كده الى نسيد زي بالزبط ايه اول نوع عندي هو راين الفسكوس وده بيبقى الاساس او موجود في الطبيعة على شكل لب اخشاب موجود فيه العنصر الاساسي المكون للالياف الطبيعية اللي هو السلولوس خلي بالنا ان الالياف التحولية هنلاقي منها بعض الالياف او بعض الخامات اللي مش موجودة على شكل الياف بس العنصر المكون لها السلولوس دي تندرج تحت ايه بالزبط كده الالياف النباتية في عندي كمان العنصر موجود عنصر البروتين يبقى دي تتحطي تحت الالياف الحيوانية في كمان عندي عنصر المعدن يبقى دي تتحطي تحت الالياف المعدنية عندي اول حاجة من الالياف الصناعية التحولية العنصر الاساسي في تكوينه هو السلولوس ففي الحالة دي أنا بسميه رايون الفسكوز أو رايون الأسيتات تاني حاجة عندي البروتين وده زي كازين اللبن تالت حاجة عندي المعدني وهي أسلاك الفضة والدهب والزجاج والنحاس ده التقسيم العام بالنسبة للألياف الصناعية اللي هي بتبقى ألياف تحولية عندي تاني نوع الألياف التخلقية أو التركبية ومن كلمتها كده يعني إيه تخلقية؟ يعني تم تركبها من الألف إلى الياء كيميائيا بإضافة المواد الكيميائية يعني هي مش موجودة أصلا في الطبيعة لأ ده تم تكونها جميعها من المركبات الكيميائية أو من مشتقات البترول كنا في مرحلة الإعدادية كنا بناخد كده خريطة لمنتجات البترول وكان في الآخر خالص كده في الخريطة دي يقولك إيه من مشتقات البترول إن إحنا بنستخدمها في بعض المنسوجات أو التركب اللي بيتكون بعد كده منها ألياف وهناخد بنا إن الألياف دي هنلاقي جزء منها بيتستخدم في القامشة وجزء تاني ممكن نستخدمه في صناعة الإطارات في صناعة السيور وهكذا طيب يبقى الألياف التخليقية هي اللي بتنتج من إيه؟ بالزبط كده من البترول أو بعض المواد الكيميائية وبتنتج من أحد التفاعلات زي إن إيه بقى أنواعه؟ البولي إستر البولي أمايد البولي أكريليك بالزبط كده ثالث نوع عندي من التقسيم العام للألياف هي الألياف المخلوطة إحنا اتفقنا إن هي ثلاث أنواع طبيعية صناعية مخلوطة إيه المخلوطة دي بقى؟ دي الألياف اللي بقوم بخلطها ألياف طبيعية ممكن مع ألياف صناعية ليه؟ بعد الألياف الطبيعية بيبقى درجة اللمعان فيها عالية فأنا بتصبح ما بقتش ميزة ده أصباحي تعيب درجة اللمعان العالي فأنا عايز أطفل لما عندها فممكن إن أنا أضيف عليها بعض الخامات الصناعية اللي درجة لما عنها أقل يبقى أنا لما بعمل ألياف مخلوطة هي خلط الألياف مع بعضها لإكسابها صفات ما هيش موجودة فيها أو تقليل صفات زادت إلى أن وصلت إلى عيوب تمام؟ تمام وعندنا أمثلة كتير جدا زي البولي أكريليك والصوف مثلا بيبقى بنسب طبعا ممكن يبقى 80% لـ 20% 70% إلى 30% كده إحنا قلنا أول سؤال هو التقسيم العام للألياف مع ذكر كل نوع على حدة وأمثلة ليه نجي للسؤال رقم 2 وضح تأثير كل من الأحماض والقلويات على خامة الأطن إحنا اتفقنا إن أول خامة من الخامات الطبيعية أو من الألياف الطبيعية هي خامة الأطن عايزين بقى السؤال بتاعنا بيقول لنا وضح تأثير الأحماض والقلويات على خامة الأطن قال لي تعالى نتكلم على الأحماض الأول الأحماض قال لي أنا عندي نوعين من الأحماض أحماض معدنية مخففة أحماض معدنية مركزة قال لي الأحماض المعدنية المخففة ليس لها تأثير ملحوظ يعني إيه ليس لها تأثير ملحوظ يعني لو هي على البارد مش هتأثر على الأطن إنما لو رفعت درجة الحرارة لا هنا بقى هتقدي إلى تأثير على متانة الأطن الأحماض المعدنية المخففة على البارد لا تحدث تأثير ملحوظة على الأطن طيب لو رفعت درجة الحرارة عند ارتفاع درجة الحرارة فبتضعف من قوة الأطن أما الأحماض المركزة تحلله سواء كان على البارد أو على السيقد ثاني نحن نحط المعلومة في دماغنا كويس قوي أن الأحماض المعدنية المخففة على البارد ليس لها تأثير ملحوظ امتى يبقى ليها تأثير لو أنا رفعت درجة الحرارة هنا لا تبتدي بقى تأثر على متانة الأطن أما بقى الأحماض المركزة فدي بتؤثر عليه سواء كان على البارد أو سواء كان على السيقد تمام نيجي بعد كده وطلب مني ايه كمان في السؤال تأثير القلويات أنا عايزة أقول كده بمعنى عام وشامل أن القلويات بتعمل ايه في القطن عادة القطن والكتان القلويات بتزيدوا قوة ولمعين طب ازاي هنفصل ونقول أن القطن بيقاوم القلويات المخففة سواء كانت على البارد أو على الساخن احنا اتفقنا أن القلويات لا تؤثر في القطن بالعكس بتزيدوا قوة ولمعين أما القلويات المركزة فبتعمل ايه شو هتتفاجئ بقى ده هتقول ممكن ده بتحللله لا ده بتعمل ايه بتنقيه وتبيد القطن خاصة لو أنا عملت له معالجة بالسودة الكاوية يبا هي مش بتأثر فيه القلويات المركزة بالعكس ده أنا هقدر أبيض به وهقدر أنقيه وبالتالي هيحصل ايه إن أنا هفيد القطن هتديله درجة بياض اللون بتاعه عبيض كلنا عارفيني إن القطن درجة بياض وبياضه بيأخذ من الأراضي الزراعية لونه ايه لونه أبيض مائل إلى السمنة يعني زي السمني كده درجة القفوية دي شوية تمام كده فإن لي بيحصل إن أنا بعمله عملية طبيعيض عشان أنا حبة إن الخامة تكون لونها ايه لونها أبيض طب إني بيخلي اللون الغامق شوية الأبيض الغامق ده شوية طبعا البزور والشوائب والأتربة العالقة في القطن نتيجة تعرضها للعوامل الجوية ووجودها داخل الأرض الزراعية أذكر الخواص الطبيعية للقطن إحنا اتفقنا بس وعايزين نقول على نقطة مهمة جدا لما أجي أتكلم عن الخواص الطبيعية لأي خامة هي عبارة عن ايه طول شعيرة متانة شعيرة مرونة الشعيرة درجة اللمعان لون الشعيرة مش كده وبس درجة الامتصاص امتصاصها للرطوبة امتصاصها للثوائل الاستطالة تمام كل دي اسمها ايه اسمها الخواص الطبيعية للشعيرة أيا كانت الشعيرة يعني أيا كانت طبيعية أو صناعية فأنا لما يجي يسألني يقول لي قولي الخواص الطبيعية من غير ما يقول لي بالشرح فأنا بروح أذكره الحاجات دي اللي هي تاني طول الشعيرة متانة الشعيرة مرونة الشعيرة لون الشعيرة درجة الامتصاص الاستطالة ماشي كده بالزبط فأنا دلوقتي طلب مني أن أنا أشرحها يبقى كل خاصية في الخواصة الطبيعية للقط هشرحها أو هقول عنها المختصر المفيد يعني مثلا عندي طول الشعيرة تختلف طول الشعيرة حسب نوع القطن إحنا كلنا متفقين أن القطن من الخامات الطبيعية النباتية يعني بتنبت من الأرض يبقى أنا مش هقدر أتحكم في أطولها يبقى هنا الأطول هتبقى مختلفة ممكن شعيرة طويلة شعيرة قصيرة عايز أقول كمان أن في بعض الأقطان بتزرع في الواجه البحري في أقطان تانية بتزرع في الواجه القبلي فده معناه وبعدين كمان ده رتبة القطن بتختلف من مكان لمكان يعني من غيط لغيط زي ما بنقول كده يبقى أنا عندي هنا تختلف طول الشعيرات على حسب نوع القطن حيث يوجد أقطان طويلة ممتازة أقطان طويلة متوسطة وأقطان قصيرة تمام؟ ويعتبر القطن بالنسبة بقى يبقى أنا كلمت كده عن إيه؟ عن طول الشعيرات في منها أقطان طويلة أقطان متوسطة أقطان إيه؟ قصيرة وقلنا حسب إيه؟ حسب وجود القطن وزي ما كان زرعته طيب تمام؟ تاني حاجة في الخواصة الطبعية هي متانة الألياف قال إن يعتبر القطن متوسط المتانة وأقصر المتانة كمان إن المتانة دي بتتأثر أكتر من الرطوبة المقتسبة فنستغربت يعني إيه الرطوبة المقتسبة؟ قال إن القطن أساسي يبقى هو فيه رطوبة ستبعة وتمانية من عشرة أو تمانية ونص أقصى حاجة في المية رطوبة إنما لو هو تعرض إلى جوه فيه درجة رطوبة عالية يعني مشبع بالرطوبة اللي هي ماء الرطوبة في الجو اللي بيحصله بيكتسبها ولما بيكتسبها ده بيؤثر على متانة القطن ولكن في الأساس متانة القطن متانة إيه؟ متوسطة نيجي ثالث حاجة استطالة الشعيرات أنا مستغرب يعني إيه استطالة الشعيرات؟ استطالة الشعيرات يا سنأولى يعني إن الشعيرة يكون عندها قدرة على الاستطالة أكثر من طولها أثناء مرارها على مراحل الغزل المختلفة طيب هي كل الشعيرة عندها القدرة دي بتتفاوت من الشعيرة لأخرى يعني مثلا إحنا قلنا الحد المتعرف عليه 2% من طول الشعيرة ممكن إنها تطولها لا فيه في القطن ممكن تكون أكتر فيه في الكتان ممكن تكون أكتر ممكن في خمتانية تكون أقل ولكن أنا لازم أبقى عارف إنه يعتبر القطن غير سهل الاستطالة يبقى متانة متوسطة ومش كده وبس وكمان غير سهل الاستطالة يعني يوم ما يطول عن طوله الطبيعي يطول من 15% من طول الشعيرة وزي ما اتفقنا كلمة استطالة زي الأستك كده لما بتشده يطول أكتر من طوله الطبيعي هنا بقى القطن عنده استعداد يطول من 15% فقط لغير من طول الشعيرة مرونة الشعيرات لاحظتوا كده تكلمنا طول تكلمنا متانة تكلمنا استطالة هنتكلم مرونة وبعد كده تأثير حرارة ورتوبة أول حدى المرونة يعني ايه مرونة مرونة يعني ان انا مثلا لو مسكت الورقة دي كده وروحت اعمل كده تمام ايه اللي حصل للورقة دي لما عملت الورقة دي كده ايه اللي حصل لها وسبتها ما رجعتش الى شكلها الطبيعي هي دي المرونة المرونة يعني قدرة الخامة على استعادة شكلها الطبيعي بعد زوال المؤثر من عليها يعني لو الورقة دي كانت رجعت لشكلها الطبيعي بعد زوال المؤثر من عليها كنت قلت ان الورقة دي فيها ايه فيها درجة مرونة نفس الكلام كلمة درجة مرونة يعني الخامة دي اللي حصلها عندها قدرة على ان هي ترجع لشكلها الطبيعي بعد زوال اي مؤثر عليها فبيقولي تعتبر شعيرات القطن نسبيا غير مرنة يبقى هي نسبيا غير مرنة الاستطالة بتاعتها متوسطة والمتانة بتاعتها كمان ايه متوسطة نيجي بقى لتأثير الايه تأثير الحرارة والرطوبة يتحمل القطن درجات الحرارة العالية التي تصل الى تعالوا بقى نرتبها القطن يتحمل 120 درجة مقوية يعني القطن يتحمل 120 درجة مقوية ما عندهش مشكلة ويبتدي يتغير لونه عندي 150 درجة مقوية ونوصل الى 200 درجة مقوية يتحلل يبقى بالنسبة لتحمل القطن لدرجة الحرارة 120 درجة يتحملها 150 درجة اللون بتاعه يتغير 230 درجة هنا بقى يبتدي متانة القطن ايه تتحلل خلاص لان هو مش قادر يتحمل درجة الحرارة اكثر من 230 درجة مقوية نيجي بقى لتأثير الرطوبة لسه حالا ايلين ايلين ايه ان القطن عنده قدر على تحمل الرطوبة لغاية نسبة ايه 8.5% ولكن اذا تم اكتساب رطوبة من الجو يعني الجو مثلا عندي كان رطوبته عالية متشبع فاللي يحصل هنا القطن هيتطر يعني هو عنده درجة امتصر عالية فهيمتصر الرطوبة هنا بقى في الحالة دي اصرت على ايه على متانته وبتوصل الرطوبة المكتسبة من 25 الى 27% تأثير ضوء الشمس كلنا عارفين ان انا لو حطيت اي قطعة اي قطعة عندي مصنوعة من القطن ونشرتها مثلا وجيت وقت جامد جدا سبتها معرضة لاشعة الشمس هتبص تلاقي اللون بتاعها ايه اصفر يبقى معنى كده ان تقل متانة الخيوط والاقمشة القطنية بايه بقى باستمرار تعرضها للشمس على طول اللون بتاعها هيحصل له ايه هيختلف هبص هلاقي اللون ابتدى يصفر طب لو كانت مصبوغة هلاقي اللون ابتدى يعمل ايه يفتح يعني اذا كان درجة اللون كانت غم او واضحة وجميلة لو سبتها معرضة الى حرارة الشمس او لضوء الشمس اللون يبتدى ايه ابتدى يقل اللون يبتدى يفتح مش دي نفس درجة اللون اللي انا كنت شريها تمام تأثير بقى العفن والبكتيريا قال لي ايه انا علشان اصنع قلياف القطن وحولها لشعيرات والشعيرات دي احولها بعد كده لخيوط والخيوط دي تيجي تمر بعد كده على مراحل نسيج فتتحول لقامشة ايه اللي بيحصل اللي بيحصل عندي ان الخيوط ممكن يحصل قطع يحصل المتانة بتاعتها تقل اكتر فبيحصل ايه بيقوموا اثناء طبيض القطن باضافة بعض المواد النشاوية عشان ازود ايه متانة الشعيرات يبقى فيها مادة نشاوية فقال لي ايه قال لي ان يتأثر القطن بالبكتيريا حيث بتعمل على اضعاف الشعيرات وتلوصها بالبقع يعني انا لو خزنت اي ملابس بتصنع من القطن فترة كبيرة هتتأثر هيحصل فيها بقع ليه بقى بسبب المادة النشاوية اللي موجودة فيها لان هي بتتفاعل فبينتج عنها نوع من انواع البكتيريا اللي بيسبب نوع من انواع العفن وبالتالي ابو السلاق امطلعة القطع بتاعت اللي انا خزنتها مثلا من السفل الشتاء طلعتها لقيتها فيها بقع صفرة طب انا علشان ما يحصلش ده وما يحصلش ان الخمة دي يحصل لها بقع اعمل ايه هذه المادة النشاوية اللي موجودة داخل الالياف قبل ايه قبل تخزينها او وضعها في مكان يكون مشبع بالرطوبة فترة كبيرة كده يبقى انا خلصت الخواص الطبعية لخامة القطن السؤال رقم اربعة اسكروا الخواص الكيميائية للكتان والجوت اولا احنا اتفقنا ان الكتان هو عبارة او الجوت اللي اتنين خمتين من الالياف الطبعية اللحقية يعني ايه ساق طويلة ممتدة والالياف بتاعتها متفرعة من اعلى تمام تمام يتكون من مادة البكتوز واللجنين وبعض المواد الشمعية وبعض المواد الزلالية وطبعا اساسي موجود فيها خامة مادة الايه السلولوز مش معنى المادة دي بتأكدي عليها لان دي المادة الاساسية للالياف الطبعية الايه النباتية هي مادة السلولوز وطبعا قلنا ان هي بتوجد من خامة اخرى بنسب مختلفة هتوصل لتسعين في المية في الكتان ممكن من سبعين لتمانين تمام كده ولكن يوجد في الكتان مواد تانية قلنا زي البكتوز واللجنين والمواد الزلالية ومواد شمعية اللي هي بتعمل على اتصاق الالياف مع بعضها وهفكركم بالجملة دي لما نيجي نتكلم عن خاصية موجودة في الكتان مش موجودة في اي خامة تانية فلما نجي نتكلم عن الخواص الطبيعية الكيميائية للكتان هقول هي المادة الاساسية المكونة ليه زي ما اتفقنا يا مادة الايه برافو سنقول مادة السليولوز من كم لكم زي ما قلنا من سبعين الى تمانين في المية لان مادة السليولوز الاساسية المكونة للالياف الطبيعية النباتية بتختلف من مادة الى اخرى حلو طيب ايه كمان والبكتوز وده اهم المواد اللي بتخالط السليولوز تمام ومش كده وبس ده هو اساس عملية التعطين يحتوي كمان الكتان على نسبة بسيطة قلنا من ايه من المواد الشمعية ومن اللجنين ونسبة من المواد الزلالية والاملاح يبقى انا كده عرفت ان الكتان بيتكون من من السليولوز ده اساسي من 70 الى 80% وكمان بيموجود فيه مادة تانية اسمها البكتوز ومادة تانية اسمها اللجنين ومادة بسيطة من الشمع والمواد الزلالية والاملاح طيب تأثير القلويات ايه على خامة الكتان الكتان ده زي القطن بالزبط يعني ايه زي القطن بالزبط يعني هو القلويات بالنسبة له مش هتحلله ولا هتؤثر فيه ولكن زي ما قلنا في القطن كده ايوة برافو تزيده قوة وتزيده لمعان تمام يبقى يتحمل الكتان القلويات اكثر من تحملهم للأحماض زي مين برافو زي القطن طيب طبو الأحماض يتأثر الكتان بمعظم الأحماض ايا كانت بقى مخففة او مركزة معدنية او غير معدنية تأثيرا ضرا يعني بتضر بالالياف من ناحية المتانة من ناحية المرونة من ناحية درجة اللمعان وهكذا وخاصة في درجات الحرارة العالية طبعا ده انا كمان لو رفعت درجة الحرارة العالية هيتأثر بها ايه اكتر طب ايه الخواص الكيميائية بقى للجوت ده الكتان طب الجوت والجوت ده زي ما اتفقنا خامة تيلية زيها زي الكتان بالزبط ولكن هي شوية مش بتستخدم في الملابس يعني ممكن ايه حاجة بسيطة جدا ولكن كل استخداماتها هتبقى في صنوعة الحبال في صنوعة الأجولة اللي هي الشويلة بالبلد كده اللي هو الشويل ده اللي بنشوف اللي هو لون وبوني ده بيصنع من خامة الجوت تمام تمام يصبغ الجوت بالسبغات القلوية طبعا لاني ليس لها تأثير عليه عكس القطن والكتان لوجود مادة فيه تسمى مادة اللجنين ودي بتعمل على تثبيت السبغة ويصع بالطبيط بالسودة الكوية لانها تعمل ايه تفصل وحداته الاولية عن بعضها تفصل وحداته الاولية عن ايه عن بعضها تمام سؤال نمرة خمسة بيقول لي اذكر انواع الياف الاوراق ايه ده واحنا عندنا كمان الياف اوراق طبعا في بعض الياف اللي بتقطع من ايه من الوراق مع طريقة استخدام نوع كلا منها وكذلك الدول المنتجة اول حاجة او اول نوع من الياف الوراق عندي هي تيل نيوزلندا وده بيستخرج من اوراء النباتات ويبلغ طوله ستة اقدام يعني طول التيل ده ستة اقدام واليافه بيضاء وملساء وناعمة وفي بعض التموجات والياف لو شفتها تحت الميكروسكوب هلاقيها غير ايه غير مستديرة تاني نوع من الياف الوراق هي الياف تيل مانيليا وهي عبارة عن اوراق شديدة الاسفرار تمام كده لون ساقة يعني الالياف نفسها ساقة لونه احمر وده نبات معمر يعني بيقعد مدة طولة جدا ويزرع بالبزور او الجزور بتاعته يعني انا ممكن اخد الزرع بجزورها احطها جوه الارض هتنتج عادي جدا وهيتم زرعيتها او عن طريق البزور الدول المنتجة بقى الالياف الوراق ايه هي او الياف الاوراق نيوزلندا امريكا اوروبا طب استعمالاتها بتستعمل في ايه بقى لاحظ كده معايا هي مش هتستعمل في اللبس هي تستعمل في صنعة الحبال الشباك والفرش وقليل ما تستعمل في صنعة المنصوجات قليل جدا ولكن استعمالها الاقصر هيبقى في ايه هيبقى في الحبال والشباك والفرش اتفقنا سن ستة عرف خامة الصوف مع ذكر الدول المنتجة للصوف لما اجتكلم عن خامة الصوف احنا اتفقنا هي خامة من الخامات برافو الخامات الحيوانية يعني هي خامة طبيعية حيوانية شعيرية كمان ازيد عليها لان فيه وبري وفيه افرازي طب هي بتأتي منين اللي بتأتي من ايوة من الاغنام بيتم جزها وكلمة جزها يعني يتم نزع الشعيرات من على سطح الاغنام وهي صحبة عشان كيه بقول جز الشعيرات يبقى الصوف من اهم الخامات النسجية اهمية بعد القطن يعني هنلاقي القطن بعدها على طول الصوف بدليل ايه احنا في الاجواء الباردة او في الشتاء بنستخدم من ملابس اللي تكون مصنوعة من ايه مصنوعة من الصوف ايش معنى لان الصوف احنا هناخد دلوقتي اثناء المراجعة كل خامة لها خاصية مش موجودة في خامة تانية يعني مثلا القطن خامة اللي هي ايه وجود الالتوقات اللي بتزيده قوة اللي بتزيده متانة لو قوة الامتصاص طب والكتان الكتان في عملية كده هنعرفها واحنا ماشيين كده في المراجعة يجينا سؤال فيها هي عملية تسمى عملية التعطين ولما اجي اتكلم عنها ايه التعطين ده هنعرفها اللي هي ازالة المادة الشمعية اللي موجودة في الالياف احنا اتفقنا ان الالياف الكتان ساق طويلة متفرعة من اعلى الالياف اللي فوق دي متشبكة مع بعضها عن طريق مواد شمعية موجودة فيها مغطية سطح الالياف فاللي بيحصل لما اجي اصبغ الالياف دي باي سابغة مش هتتخل مش هتتغلغل داخل الخامة تمام فهنتكلم عنها ان شاء الله اثناء المراجعة دلوقتي وحنا شغالين يبقى الصوف من الخامات النسجية الثانية بعد القطن مباشرة تمام ويا شعيراتنا تجيقون من فوق ظهور الاغنام رفع عليكم واو الماشية يعني الاغنام او الماشية بانواعها وبتختلف خامات الصوف حسب نوعها والمناخ والظروف والتربية اللي هي تم تربيتها فيها تمام ايه الدول المنتجة بقى للصوف قال لي اسبانيا انجلترا فرنسا استراليا امريكا الارجنتين جنوب وشمال افريقيا ومصر دي الدول اللي منتجة للصوف سن سبعة وضح تأثير درجات الحرارة على خامة الصوف بيقول لي هو خامة الصوف درجات الحرارة العالية هتعمل فيها ايه تعالوا بقى مع بعض نتكلم عن النقطة دي تحترق شعيرات الصوف عند درجة ميتين درجة مقوية مش كده وبس دي بتديني كمان رائحة معينة زي رائحة الريش او الشعر المحترق لو انا جيت عندي شعيرة لما احترقت قدت ريحة الريش او الشعر المحترق على طول دي شعيرة الصوف يبقى لما اقول ما هو تأثير درجات الحرارة على الصوف هقول ان الصوف بيحصل له ايه بيحترق عند درجة ميتين درجة مقوية مش كده وبس عند الاحترق يعطي رائحة الريش والشعر المحترق تمام سن تمانية وضح تأثير المواد المختزلة على خامة الصوف لما اجتكلم هنا هتكلم عن ايه انا بسمع كتير مواد مؤكسدة مواد مختزلة مواد مؤكسدة مواد مختزلة ايه ده يعني ايه المواد المختزلة والمواد المؤكسدة هما الاتنين لهم غرض واحد هو ازالة المادة اللونية اللي موجودة في اي خامة عشان هي مسلا ممكن تكون غير مستحبة يعني الخامة ممكن يكون لونها ابيض غامق مثلا ان يكون بني مغدر مزفر وانا انت وحنا على كلنا لازم نبقى عارفين ان لما الخامة بيبقى لونها ابيض بيمكن سبغتها بجميع الالوان الفتحة اللي بتزود من ايمتها التجارية ومن ثمنها فانا بعمل ايه بزيل المادة دي فعندي نوعين من ازالة المادة اما ان انا نزلها بمواد مختزلة او ان انا نزلها بمواد مؤكسدة طب ليه التنوع ده ما زلها بنوع واحد بس لا في بعض الخامات يا سنقولة لو ضفت عليها المواد المختزلة يحصل لها ضعف في المتانة والمرونة وفي خامات تانية تستحمل المواد المختزلة في خامات لما ضيف عليها المواد المؤكسدة يحصل لها فقد للمتانة والمرونة مش كده وبس الازالة بتاعت اللون تكون مؤقتة وفي خمات تانية لا تستحمل المواد المؤكسدة والإزالة بتاعتها تكون دائمة فاجأ قول تأثير المواد المختزلة على خامة الصوف تؤثر المواد المختزلة مثل ساني أكسيد الكابريد دي من المواد المختزلة على المواد الملونة الموجودة في الصوف وتوزيلها إزالة وقتية ملاحظين كده؟ يعني هي بتؤثر على الصوف خاصة المواد الملونة فيه بس لما بتجي تعملها عملية إزالة بتكون الإزالة إزالة إيه؟ إزالة وقتية زي إيه؟ زي ساني أكسيد الكابريد وممكن السؤال يجيني غير مباشر يقول لي ما هو تأثير ساني أكسيد الكابريد على شعيرات الصوف هقول له ساني أكسيد الكابريد من المواد المختزلة التي تعمل على التأثير على المواد الملونة في خامة الصوف وتوزيل اللون الموجود فيها ولكنها إزالة إيه؟ إزالة مؤقتة مش إزالة دائمة ولذلك في بعض الملابس اللي بنبقى شريانها على إنها لون معين بعد فترة اللي بيحصل لها اللون بتاعها بتغير لإني تم معالجة هذه الألياف بمادة مختزلة المادة المختزلة بتزيل اللون بتاعها لون مؤقت وطبعا ده مش في كل الألياف في ألياف الإزالة بتبقى إزالة إيه؟ دائمة سين تسعة أذكر الخواص الطبيعية للمهير بيطلب مني بقى هنا إن أنا أذكر الخواص الطبيعية لخامة إيه؟ لخامة المهير وإحنا اتفقنا يا خامة المهير دي من الخامات الإيه؟ إحنا جينا قسمنا الخامات في أول سؤال لنا قلنا إن المهير من الألياف الطبيعية الحيوانية الوبارية عبارة عن إيه؟ عبارة عن وبرة تمام؟ ويعتبر المهير من الألياف غالية السمن ويصنع منها الملابس الحريمي والرجالي غالية السمن ليه بقى؟ لإن أليافها تمتاز بالمرونة العالية بدرجة المتانة بنعمتها هي ألياف إيه؟ وبرية يبقى لما أتكلم عن الخواص الطبيعية يلا مع بعض كده يقولنا الخواص الطبيعية عبارة عن إيه؟ برافو طول الشعيرة، متانة الشعيرة، مرونة الشعيرة درجة اللون، درجة الامتصاص، لاستطالة طيب، هيمتاز المهير بشدة النعومة لسه أيلة يعتبر المهير من الألياف شديدة النعومة عن مين؟ عن الصوف يعني هو من الألياف الحيوانية زيه ولكن النعومة بتاعته عالية إيه كمان؟ يمتاز باللمعان والمرونة والمتانة العالية ويتراوح لون المهير الخام من الأبيض إلى الأصفر إلى الرمادي إلى البني طيب إيه ده؟ إيه التدرج اللوني ده؟ سببه إيه؟ بسبب الأتربة والرمال والدهون اللي موجودة فيه يبقى بيتدرج لون المهير من الأبيض للرمادي للأصفر للبني إيه التدرج ده؟ إيه سببه؟ إيه سبب التدرج ده؟ الأتربة والرمال والدهون الموجودة فيه اتفقنا؟ يتروح طول الشعيرات لو اتكلمت عن طول الشعيرة للمهير باختلاف عدد الجزات وهنا مهمة قوي هو يعني إيه عدد الجزات؟ احنا اتفقنا أننا بحصل على هذه الألياف من فوق سطح الأغنام أو الماشية أو القبل بحصل عليها إزاي؟ عن طريق جز الشعيرات ففي بعض الأغنام بيتم جز الشعيرات عليها أكثر من مرة وده بيعمل إيه؟ بيغير لي شكل وطول الشعيرة يعني أول مرة في جز الشعيرات هتبقى مختلفة طول الشعيرة عن تاني مرة أو عن تالت مرة يبقى طول الشعيرة بتاعت المهير بيختلف حسب إيه؟ حسب عدد جزات الإيه؟ أيوة الوبرة من على سطح الحيوانات يمتاز المهير بإنه قابل للإيه؟ غير قابل للتلبد نقطة هنا يعني إيه تلبد؟ تلبد هو أصلاً خمت الصوف الشعيرات بتاعته موجودة عليها حاجة كده ربنا سبحانه وتعالى وجدها مجموعة من الحرشيف الحرشيف إيه الحرشيف دي؟ عاملة زي قشر السمك كده طبقات موجودة على سطح الشعيرة يعني إحنا لو حطينا الشعيرة تحت الميكروسكوب هنلاقي في مجموعة من الطبقات موجودة إيه بقى اللي بيحصل؟ نتيجة وجود الحرشيف دي على الألياف الحيوانية تعمل على تلبد الألياف مع بعض هنلاقي الشعيرات متلبدة ولذلك بيتم غسل ألياف الصوف علشان أزيل هذه الحرشيف اللي موجودة عليها طب المهير لأ المهير غير قابل للتلبد لأن الحرشيف اللي موجود عليه قليلة ما هيش بالعدد اللي موجود في خامة الصوف نجري السؤال رقم 10 أذكر الخواص الكيميائية للكشمير الكشمير من الألياف الطبيعية الحيوانية تمام؟ الوبارية كمان يوجد على أهل السأيلانها يوجد على سطح الشعيرات مجموعة من الحرشيف موجودة برضو في كل الألياف الحيوانية زي ما اتفقنا تتراوح عددها من 6 إلى 7 ويتميز عن الصوف بعدد حرشيف أقل يبقى أكتر خامة موجود عليها عدد حرشيف هي مين؟ في الخامات الحيوانية الصوف بعدها مين؟ الكشمير ده عدد الحرشيف بتاعته قليلة بعدهم المهير اشمعنا؟ عدد الحرشيف عليه تكاب تكون مش موجودة بسيطة جدا ولذلك هو غير متلبد وعنده مرونة عالية عنده كمان قدرة على امتصاص السبغات تمام يتميز عن الصوف بعدد حرشيف قليلة فهو شديد الحساسية دي خواصه كيميائية للقلويات المركزة زي ايه؟ زي الصودة القاوية تزيب الكشمير وتستخدم كربونات الصودة في غسيله تمام؟ سنة 11 ما هي أنواع الخيوط الحريرية والدول المنتجة أنا جيت أتكلم دلوقتي عن مين؟ عن الحرير ايه أنواع خيوط الحرير والدول المنتجة ليه؟ كلنا عارفين أن الحرير بيتم انتاجه عن طريق إفراز دوت الأز وتكلمنا وقلنا أن دوت الأز دي هي دودة بتقوم بإفراز خيوط الحرير حواليها في حاجة اسمها شرناء كده بيتبقى حواليها تمام؟ احنا بناخدها ويتم غسلها ويتم تحرير الخيوط تمام؟ بس أنا عندي هنا مجموعة من الخيوط وأنواع من الخيوط مختلفة طب إيه هي الأنواع دي؟ قال لي أول حاجة لخيوط المفردة الخيوط الحرير الخام الحرير الفوال الكريب الأورجنزين والجورجيت دي اسمها إيه؟ اسمها أنواع خيوط الحرير طب إيه الدول المنتجة لي؟ الصين الهند إيطاليا أسبانيا إيران النمسا البرازيل سوريا والمكسيك دي اسمها إيه؟ اسمها الدول المنتجة لخامة الإيه؟ لخامة الحرير سنة 12 أذكر الخواص الطبيعية للحرير الطبيعي مع شرح خاصية الخرفشة والتزييق إحنا استغربنا إيه الخرفشة والتزييق؟ هنعرفها حالا بس تعالوا الأول نشرح الخواص الطبيعية أو هنا طالب إيه بقى؟ أذكر الخواص الطبيعية ما قاليش مع الشرح قال لي سكرهالي بس إحنا اتفقنا لما يقولي خواص طبيعية يبقى بيتكلم عن طول شعيرة متانة شعيرة مرونة شعيرة قوة امتصاصها الاستطالة الرطوبة تأثير درجة الحرارة عليها دي اسمها خواص طبيعية خواص كميائية يبقى تأثير القلويات تأثير الأحماض تأثير المواد المختزلة تأثير المواد المؤكسدة إنما هو هنا طالب مني الخواص الطبيعية وطلب أشرح بس خاصية الخرفشة أو التزييق أدي الخواص الطبيعية قدامنا المتانة الطول والصمق اللون واللمعان امتصاص الحرير للرطوبة الخرفشة أو التزييق والوزن النوعي وكسافة الحرير طب قال لي بقى أكلمني عن خاصية الخرفشة والتزييق أنا عايز أقول أي حد فينا عنده أي قطعة ملبس مصنوعة من الحرير هلاحظ وأنا بقلع القطعة دي بس مع صوت زي صوت كده الأزيز أو الترقعة أتخض واستغرب لا هو الحرير بيحصل إيه عند احتكاك شعيرات الحرير أو سطح الحرير بجسم آخر احتكاك الأجسام مع بعضها اللي بيحصل هيروح هنا طالع صوت كده صوت أزيز هو ده يبقى هي خاصية ينفرد بها الحرير فقط ومعناها حدوث صوت أزيز عنده فرقه أو الضغط عليه يعني لو فرقت الحرير كده أو ضغطت عليه هسمع الصوت كده زي صوت الأزيز هي دي خاصية الخرفشة أو خاصية التزيير تمام ودي خاصية ينفرد بها مين ينفرد بها الحرير بس إحنا اتفقنا أثناء دراستنا في الخامات هبص سلاقي طول ما أنا ماشية القطن ليه خاصية بينفرد بها الصوف خاصية التلبد والعزر الحريري الكتان خاصية التعطين اللي هي اسمها مرحلة بقى مرحلة التعطين اللي هي أزالة المواد الشمعية برافو الحرير خاصية التزيير تمام طيب هنكمل مع بعض الأسئلة أذكر تأثير الأملاح المعدنية والقلويات على الحرير الطبيعي الأملاح المعدنية والقلويات ايه تأثيرها على الحرير الطبيعي قال لي اول حاجة عندي هقول الاملاح المعدنية بيتفاعل الحرير مع بعض الاملاح المعدنية والبعض الاخر بستعمله كمثبت للسبغة يعني في بعض الاملاح المعدنية بيتفاعل معها الحرير وبتستخدم كمثبت للسبغات عشان السبغة ما تزالش منه وبيصبغ بالسبغات القلوية والحمدية والمعدنية وكمان ان عندي القلويات المخففة تؤثر على لمعاني الحرير بس بدرجة بسيطة يبقى القلويات المخففة تعمل تؤثر على لمعاني الحرير تؤلله بس بدرجة خفيفة نجي للسؤال اللي بعد كده بيقول ايه عرف خامة لسبوستوس واسكر اهم الدول المنتجة لها خامة لسبوستوس دي اللي هي يا قلنا من الالياف ال ايه برافو من الالياف الطبيعية المعدنية طب اهم الدول المنتجة لها تعالوا نشوف التعريب بتاعها هي من الالياف المعدنية الطبيعية ويمكن تحولها بسهولة لتكون الياف مرينة ويسهل غزلها ليصنع منها نسيج يمتاز بمقاومته الشديدة للاحتراق اولا ان خامة لسبستس دي سنقولها هي اصلا وجدت على شكل احجار وصخور فلما جينا نبص عليها لقينا ان هي يمكن تحولها الى الياف بطريقة سهلة جدا تمام مش كده واسد الياف كمان مرينة بس لما وجدناها عندها قدرة على تحمل درجة الحرارة الشديدة والعالية قلنا خلاص نستخدمها في مهم ايه ايه وابرافو في ملابس رجال الاطفاء او تغطية الاسلاك بتاع الدفايات ليه لانها بتتحمل درجات الحرارة العالية ولذلك تم نسجها علشان تستخدم في صناعة ملابس رجال الاطفاء وهنلاقي حتى اللون بتاعها لون فدي تمام تمام ايه الدول المنتجة لها اللي هي خامت الاسبوستوس ايطاليا المانيا كندا للتحاد السوفيتي جنوب افريقيا الصحراء الشرقية فين انتاج القطن مع شرح مختصر لكل نوعية يعني طالب منك الاجابة بس باجابة حاجة بسيطة انا لما اجتكلم عن غزل القطن او مراحل انتاج القطن هو القطن الاول بيتم ايه بيتم جمعه اما يدويا او آليا حسب الميكانة الموجودة او المستخدمة وحسب المساحات الزراعية كمان يعني لو مساحة زراعية عادية بيمكن او يستحسن جنو باليد اما لو كانت المساحات الزراعية مساحات كبيرة فبيضطر اصحاب الاراضي ان هما يستخدموا الميكانة الحديثة لجنو الشعيرات بتاعة القطن ولو كانوا يطولوا ان هما يعملوا جنو يدوي كانوا عملوه لكن طبعا المساحات بتعمل ايه بتضطروا من هما يستخدموا المكن لأن المكان بيؤثر في بعض الأحيان على الشعيرات أثناء الجن أما الجن اليدوي بيبقى الفلاح أو العامل اللي بيقوم بالجن واخد باله أن أنا بفصل البزرة أو اللوزة عن شعيرات القطن وده بيوفر وقت لما أجي أعمل عملية حلج للقطن فأول مرحلة عندي مرحلة حليج القطن ويتم فيها نقل القطن هو اللي بيحصل أنه هو لما بييجي يعمل عملية جني لشعيرات القطن بيعبيها في أكياس الأكياس دي عبارة عن بالات كبيرة يتم تجميع القطن فيها وبعد كده بتروح بقى يتم عمل حلج يبقى يتم فيها نقل القطن من أماكن التجميع أو المزارع إلى المحالج مجموعة كده من الماكينات بسميها المحلج وده بتعمل ايه بتفتح الأكياس وبتخلط الأقطان كلها على بعض يعني جميع أنواع الأقطان الموجودة عندي كل أكياس القطن اللي جاية من كذا نوع من أنواع المساحات الزراعية اللي تم الزراعيته فيها بيعمل لها ايه يعمل لها عملية خلط مع بعض ويبتدي يفتح الأكياس كلها ويخلط القطن مع بعضه كل ده بيتم في مكان يسمى مكينات الحليج وبعد كده بيتم رش القطن بالماء ليه بقى عشان أكسبه نوع من أنواع الرطوبة وبعد ذلك يبتدي يتعامل على هيئة ايه؟ هيئة بالات تاني مرحلة أو باعتبارها هي من مراحل الحلق وهي مرحلة التفتيح نتفقنا أن القطن بيجيني في شكل ايه؟ في شكل بالا لما بيجيني في شكل بالا إيه اللي بيحصل أن أنا باخده أعمله بقى مرحلة ايه؟ بعد ما عمله مرحلة خلط أبتدي أعمله مرحلة ايه؟ مرحلة تفتيح يبقى وضع الشعيرات فوق حصيرة التغذية التغذية يعني بتاخد الشعيرات وخش بيها على المكانة علشان ايه؟ عشان أفتح شعيرات القطن وابعد الشوائب والأتربة عن شعيرات القطن كأنني بخلص الشعيرات من الأتربة والبزور والشوائب اللي موجودة فيها بعد كده مرحلة المضرب وإيه المرحلة دي؟ يمر القطن بعد تفتيحه تمام؟ إلى مجموعة من المضارب التفتيح ليه بقى؟ عشان أتأكد وأتخلص أكتر من الأتربة وتأكد أن القطن تم إخلاقه تماما من الشوائب العالقة فيه بعد كده يوصل إلى مرحلة التسريح أو الكرد وهنا في المرحلة دي بيتم فصل كل شعيرة عن الشعيرة كأنني بصرح الشعيرات فبعمل إيه؟ بعمل عملية فصل للشعيرات وحولها إلى شاشة إيه؟ شاشة منتظمة من الصمق يبقى مرحلة التسريح أو الكرد هي بتعمل إيه؟ تصرح كل شعيرة منفصلة عن الأخرى وحولها إلى شريط بسميه شريط الكرد بيبقى متساول إيه؟ متساول أطوال والصمق ثم إلى إيه؟ ثم أتخلص نهائيا من العقد والشعيرات الميتة داخل القطن المرحلة اللي بعد كده مرحلة السحب الشريط اللي تم تكوينه اللي بقى منتظم الصمق ده بيحصل له إيه؟ بيتم سحبه وتجميعه في أشريطة تلاقي كده مجموعة الشعيرات زي شريط كده عشان أحسن انتظامية الأشريطة دي أو الشريط بعد كده عندي مرحلة البرم ودي عملية أو بداية مرحلة الغزل وفي المرحلة دي بيتم سحب الشريط الناتج من السحب للحصول على المبروم بقى أنا لو مسكت وانا دلوقتي عملت عملية برم لو مسكت الشعيرة وشدتها لها تقطع معاية ولذلك لازم أعمل مرحلة غزل نهائي هنا بقى خلاص الشعيرات بتاعة القطن ابتدت تتحول لإيه؟ لخيوت غزل نهائي يعني إيه؟ يعني ببرم أكثر من خيط مع بعضه عشان يديني القوة ويديني الإيه؟ ويديني المتينة وفيه يتم سحب وإعطاء البرامات المناسبة لإكساب الخيط زي ما قلنا دلوقتي الإيه؟ المتينة المطلوبة ويتم يلفه على قونة ويتم يلفه على بكر وبعد كده بيأخذ إلى إيه؟ إلى مراحل النسيج اللي بتحوله بعد كده من خيوط إلى إيه؟ إلى أقمشة أذكر أنواع الكتان أنا عندي الكتان أنواع ما هواش نوع إيه؟ مش نوع واحد إزاي؟ يعني مثلا عندي أنواع الكتان أنواع متعددة وهو معروف أول حاجة النوع المتعارف عليه هو النوع اللاتيني وده نبات بيزرع في روسيا وفيه عندي نوع تاني بيزرع في مصر بس هي مش نوع واحد دي مجموعة من الأنواع المختلفة أهمها النوع الهندي والبلدي ودول بيدوا مجموعة من البزور وبيدوا مجموعة من الألياف ولكن عندي نوع كده اسمه الأفرنجي وده نوع بيبعرض للصدى يعني بيتركه في الهواء أبصى لقيه يدي إيه؟ يدي الألياف بيحصل لها صدى تمام؟ إحنا هنتكلم دلوقتي عن أنواع الكتان حسب ملأمتها للبيئة المصرية حسب ملأمتها إيه؟ للبيئة المصرية وإحنا اتفقنا أن خامة الكتان اللي بيحصل لها أو هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ساق طويلة متفرعة من إيه؟ من أعلى تمام؟ وأنا علشان أعمل الألياف دي أحررها من بعضها وزير المادة الشمعية الموجودة فيها بعمل لها عملية بتسمى يا سنة أولى عملية التعطيل وهي إما ترك الألياف في ماء جاري أو تركه في ماء راقد يعني إيه؟ يا مية بتجري إما مية راقدة أو سكنة يعني مش بتتحرك أول نوع عندي في اللي بيتلقم مع البيئة المصرية اللي موجود معها عندنا هو نورماندي نباتات ومن كلمة نباتات يعني بحصل منه على إيه؟ على النبات ويمتاز بجودة الألياف واعتدالي المحصول ولكنه مشكلته نواب يصاب بالصدر تاني نوع الجيزة الزيتي كلمة زيتي يعني إيه؟ يعني أنا بحصل منه على الإيه؟ سنقولها برافو على الزيون ويمتاز بوفرة المحصول من الأش والبزرة والألياف متوسطة الجودة ولا يصاب بالصدر عندي تالت حاجة جيزة أورنفولي وهو هاجين بين جيزة زيتي وألياف أخرى تمام؟ وبيجمع بقى بين جودة الألياف ومقاومة مرض الصدر تمام كده؟ تمام شكل الشعيرات تحت الميكروسكوب لو تكلمنا عن خامة القطن والكتان والصوف والحرير هنلاقي أن خامة القطن فيها مجموعة من الإلتوئات ده القطاع الطولي والقطاع العرضي على شكل حبة الفصولية تمام؟ عندي بعد كده القطاع الطولي هنلاقي أن الألياف بتكون مستقيمة وتزور بها فواصل عرضية والقطاع العرضي بيكون مستدير تماما ويوجد إما على شكل خماسي أو سداسي كده النهاردة خدنا مجموعة من الأسئلة المقالية إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة هنكمل مجموعة أسئلة الصح والغلط وأكمل وأترككم على خير السلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء